هل انتحرت أم كانت جريمة قتل محكمة؟ قضية حيرت جميع المحققين الذين أرادوا حلها حدثة غامضة راحت ضحيتها شابة كندية في الولايات المتحدة ورغم مرور عشر سنوات عليها لم يستطع المحققون فك خيوط لغزها إلى يومنا هذا في أحد أيام الشتاء الباردة في يناير عام 2013 كانت الطالبة الكندية إليسا لام البالغة من العمر 21 سنة في عطلة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية استأجرت غرفة في أحد فنادق المدينة الشهيرة ويدعى سيسل منذ حجزها للغرفة لم تظهر إليسا في الفندق إلا مرة واحدة وبعدها اختفت تماماً تم إبلاغ الشرطة عن اختفائها شرطة لوس أنجلوس بشرت البحث عن الشابة لكنها لم تجد أي أثر لها في المكان ولدى مراجعة كاميرات المراقبة وجدوا هذا التسجيل المريد طهرت إليسا وهي تدخل مسعد الفندق وكانت تضغط عشوائياً على أزرار المسعد ثم تتراجع بخوف وكأن شخصاً ما يطاردها تنظر خارج المسعد ثم تدخل وتنتظر الباب ليغلق لكن الغريب أن باب المسعد لم يكن يتجاوب معها وهنا بدأ الجزء المرعب من تسجيل كاميرا المراقبة الفتاة بدأت في تحريك جسدها ويديها في إشارات غامضة مخيفة وكأنها تكلم أحداً لم يظهر في زوايا الكاميرا ثم تخرج من المسعد لتختفي نهائياً ويعود المسعد للعمل بشكل طبيعي المفاجأة الأكبر جاءت بعد ثلاثة أسابيع تم العتور على إليس الشرطة وجدت الشابة جثة هامدة نصف عارية في مكان لم يخطر على بال أحد إليس كانت داخل خزان مياه محكم الإغلاق على سطح الفندق الخزان كان مغلقاً بمسامير غليظة بالإضافة إلى عدم وجود سلم للخزان البالغ طوله مترين ونصف المتر يسمح بالوصول إلى قمته والوصول لسطح الفندق ذاته هو شيء شبه مستحيل لغير العاملين المختصين دخلت الشرطة في حالة من الحيرة فكيف استطاعت الفتاة الوصول إلى ذلك المكان؟ المحققون قالوا إن تصرفات إليس في المصعد كانت بسبب تأثير المخدرات أو الكحول مرجحين فرضية انتحاره لكن تقرير الطبيب الشرعي أفاد بعدم العثور على بقايا مخدرات أو كحول في الدم والأغرب عدم العثور على أي أثر لضرب أو مقاومة أو عنف أو اعتداء جنسي في الجثة هنا بدأت أصوات المؤمنين بالظواهر الخارقة تعالى وأصابع الاتهام توجهت مباشرة إلى الشياطين وقوى الشر وما عزز تلك المزاعم أن الحادثة لم تكن الأولى من نوعها في فندق سيسل قضية الأمريكية إليزابيثة التي اشتهرت في الأربعينيات في لوس أنجلوس وسميت داليا السوداء ارتبطت بالقتل والتعذيب والتشويه الضحية أقامت أيضا في فندق سيسل قبل حادث مصرعها إلى يومنا هذا لا يزال الغموض يلف الوفاء ولم يُعثر على أي دليل إضافي يقود إلى حقيقة ما حدث لتصنف على أنها واحدة من أغرب القضايا الجنائية في القرن الحادي والعشرين برأيكم هل فعلا هناك قوى خفية كانت وراء وفاة إليسا؟